بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجموعتنا نقدم لكم القياس في العبادات في المذهب الشافي أنا عمار جميل، سأقدم لكم معنى القياس وأركانه وأقصامه معنى القياس القياس في اللغة، مصدر الفعل، قاسة، يقال قاسة الشيء يقيسه قيسا وقياسا وجملة معاني القياس في اللغة هي التقدير والمصاوى ونحو ذلك الاستلاح الوسولي هو تسوية واقية لم يرد نس بحكمها ببعاقية ورد النس بحكمها للمصاوات بين الواقيتين في علة الحكم وبعبارة بسيطة القياس هو عطاء الشيء حكم نذيره لعلة مشتركة بينهما ثم أركان القياس ننقسم أركان القياس إلى أربعة أركان أولا الأصل وهو ما ورد النس بحكمه أو محل الحكم المشبه به ثانيا حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النس في الأصل أو ختاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتداء أو التخيير أو الودع ثالثا العلة وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجل هذا الوصف شرع لحكم ثم رابعا الفرع وهو ما لم يرد النس بحكمه أو ما يراد إثبات حكم الأصل فيه اقسام القياس للقياس تقسيمات عديدة وهنا انقسمت القياس من حيث القوة والضعف قياس جلي ما قطى فيه بنفي الفارق أو كان احتمال الفارق فيه دعيفا ويسمى كذلك بالكياس في معنى الأصل شاملا لكياس الأولى وكياس المصاوي قياس خفي ما كانت العلة فيه مستمتة من حكم الأصل لكن البعض يريد به قياس الأدنى وبعضهم يريد به قياس الشبه أدلة القياس في العبادات قال تعالى في الكتاب العظيم في سرط المائدة أية 95 فالله تعالى أجب الجزاء وجعله مثل ما قتل من النعم ولم يهدد المثال بل وكل ذلك إلى اجتهاد ذوي العدل فهم الذين يحكمون بذلك وهذا من المولى سبحانه تمثيل للشيء بعدله وقد استدل بهذا الإمام الشافعي على هجة القياس أقصية من النبي صلى الله عليه وسلم قصة مارو بن العاص وأحلى التيمم للحدث الأكبر محلى التيمم للحدث الأصغر والرسول لم يكن شيئا على تلك فعله من أقصية الصحابة أن أمار رياله أنه قال إن شاء هصل على رأسي وإن شاء مسال قلنسوته وعمامته ولقلنسوه وهي غطاء رأسي ليس مما ورد فيه النص وإنما يجوز مثله بالقياس أقوال الأصوليين في هقم القياس هناك اختلاف أقوال الأصوليين لهكم القياس على وجه الخاص ولكن ومن قول أئمة الفقه والأصول على وجه العموم اتفاق الهنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل وعمة الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين على جواز القياس في العبادات هكم القياس في المذب الشافعي في المذب الشافعية هناك القاعدة كل هكم شرعي أمكان تعليله فالقياس جزبي بمعنى لكل هكم شرعي الذي في مكانه لتعليل فالقياس يجزبي ومن قول مذب الشافعية أن قل هكم يمكن أن يستمط منه معنى مخيل من الكتاب أو ناصل سنة أو إجمع فإنه يعلل وما لا يصي فيه مثل هذا فإنه لا يعلل سواء أكان من الحرر أو الكفارات أو المقادل أو الرخص بسم الله الرحمن الرحيم الآن سأشرح عن التطبيقات القياس في مذهب الشافعي الرقم الأول في التحارة نجاسة القلب الأصل لعب القلب كما وردى بحادث البخاري والمسلم الذي جاء في إهدى روائته إذا ولغل القلب في إناعي أهدكم فاليوريقه واليغسله سبع مرات إهدى النبي التراب وحكم أصل قد سبتت نجاسة فمكب يعني لعبه فعينته إذا كان فمه نجسا فسير أعضائه كذلك لأن لعبه أطيب فضلاته والفع القلب في هالي حيا كلها إذا كان القلب في هالي حيا كلها نجسة بقياس على لعب القلب وهو أطيب أجزائه إلى الرقم الثاني يعني في الصلاة تحرم التشاول عن الصلاة الجمعة الأصل يكون البين والشراء بعد جلوس الخطيم على منبر والشراء المؤذن في الأذان كما قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَا لِصَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْأَوْا إِلَّا ذِكْرِ اللَّهِ وَذِرُ الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَهُكْمَ أَصَلْ فَإِنَّ الْبَيْعُ حَرَمُ عَلَ مُتَبَيْعًا جَمِيعًا فَإِنَّ لَدُهُ الْإِنْشِغَلْ عَنِ السَّعِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَالْفَرْءُمْ كُلُّ عَمَلْ يَشْغُلْ عَنِ السَّعِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ إِذَا يُحَرِّمُ كُلُّ صَحِبُ الْجُمُعَةِ على سَائِرِ الْحُقُود وَكُلُّ عَمَلْ يَشْغُلْ عَنِ السَّعِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ كِيَاسًا عَلَى تَحْرِيمُ الْبَيْعِ وَأَخِيرًا الْرَقَامُ الثَّالِفِ يعني في الزَّكَاتِ جِنس الْوَاجِبُ في الزَّكَاتِ الْفِدْرِ الْأَصْرُ سَاءً مِنْ تَمَرْ أَوْ سَاءً مِنْ شُعِيرُ كما جاء في الحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فَرَدَى رَسُلُّ اللَّهِ سَاءً مِنْ تَمَرْ وَأَوْ سَاءً مِنْ شَعِيرُ على عَبْدِ وَكُرِّ وَالْزَكَرِ وَالْأُنْسَةِ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِرُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَخِرِينَ وَهُكْمُ أَصَلْ تُجِبُ فِيهَا الزَّكَاتِ فَإِنْ لَتُهُ جَمِيعَ الْإِقْتِيَةِ لِلْبَلَادَ وَالْفَرْعُ الْبَقِيُ الْأَطْعِيمَةِ مِنْ غَالِ بِالْقُوَاتِ الْبَلَادَ إِذَانَ الْقَدَرَ الْوَجِبِ زَكَاتُ الْفِتْرِ وَالصَّعْ مِنْ غَالِ بِالْقُوَاتِ الْبَلَادَ مِنْ مُعَشَّرَاتِ الَّتِي تُجِبُ فِيهَا الزَّكَةِ شُكْرَنْ أَنْ لَهُسْنِي مُشَهَادَتِكُمْ